تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدور الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة وأولياء العهود ورؤساء الحقوبات أعرب سموه فيه عن أطيب تهنيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على هذه الدول وعلى شعوبها بوافر نعم الخير واليمني والبركات من جانبهم أعرب أصحاب الجلالة والفخامة والسمو عن خالص تهنيهم وأطيب تمنياتهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة المباركة سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وعلى شعب مملكة البحرين بالمزيد من التقدم والنماء